هذه الحلقة من خمس اشياء برعاية لعبة The Crew 2 هلا والله حلقة اليوم من خمس اشياء رح نتكلم عن شركات حاولت تدخل صناعة الالعاب ولكن فشلت لكن قم بما نبدأ لا تنسون زر اللايك والاشتراك وخلونا نبدأ اول شركة معنا هي شركة باناسوريك لاننا صنعت جهاز الثري دي او وفاز بجائزة منتج السنة عام 1993 من مجلة تايم لكنه فشل بشكل كبير بسبب السعر المرتفع والمنافسة الشديدة عليه وسعره كان 700 دولار ويوم انطلاق نزلت معه لعبة واحدة بس كان اسمها Crash and Burn وثاني شركة معنا هي شركة ابل اصطرت جهاز باسم Pippen في عام 1996 ومن بداية كان واضح ان ابل ما كانت حابة المشروع لان اعتمدت بشكل كلي على شركة بانداي في تصنيع الجهاز وتطويره وحتى الدعاية له وما كان فيه العاب كثيرة وسعره مرتفع وباع 42 الف حبة فقط وقفل مشروع ستيف جابس في سنة 1997 فهذا الشركة معنا هي شركة نوكيا عام 2003 حاولت شركة تدخل سوق الالعاب المحمولة وتنافس الجيم بوي ادفانس مع جهاز نوكيا انجيج شخصيا هذا الجهاز كان عندي اياه وما كان اصلا مصمم بشكل ممتاز يعني كان تمسكه كذا بالجنب وشكلك يكون مهو لطيف قدام الناس وما كان مريح ابدا ونزلت لها العاب منها لعبة تومبريدر ولعبة سونك وايضا بعدين في 2004 نزل نسخة معدلة لا اسمها انجيج كيو دي بتعديلات بسيطة يحاولون يعني يضبطون الوضع بس ما بشي ما يحمل الوضع اخر شي وباعوا فقط مليونين حبة من الجهازين وبعدها قرروا ان يقفلون تصنيع الجهازين في 2005 والشركة الرابعة اللي معانا هي شركة انفيوم لابس في 2004 تقريبا وفي الوقت اللي كانت سوني ومايكروسوفت تنافسون اعلنوا عن جهاز فانتوم وفعلا كان اسم على مسمى شبح لانه حتى ما صدر بشكل رسمي السبب انه كان انهم مقدروا يجمعون فلوس عشان يصنعونه وكان مشروع طموح جدا في وقته وكانت فكرة انك ما تحتاج لا كاترج ولا سيدي عشان للألعاب وكل ما تفعله انك تحملها عن طريقة الونلاين طبعا هذا فكرة الاساسية حقتهم مثل تقريب بلايسيشن نتورك والاكسوبس لايف في وقتنا الحالي لكن تخيلوا يكون لكم هالكلام عام 2004 فعلا كان عندهم نظر مستقبلية لكن الاسف ما انجحوا بتطبيقه واخر شركة عندنا هي شركة تايجر تليماتيكس اسطر الجهاز محمول اسمه قزموندو في سنة 2005 واصرفه ملايين الدولارات على الدعايات حتى جت صحيفة سويدية وفضحت الادارة بان لهم تعاملات ومشاركين مع عصابات ومجرمين وحتى رئيسهم التنفيذي استقال بسبب انهم شارك في مافيا سويدية وفي عام 2006 قال انهم افلاسهم وديونهم وصلت 300 مليون دولار اكيد انتم مافيا يعني ونصكم مافيا صاروا وعصابات الا ما انتوصلوا ديونكم على الرقم الخرافي وطبعا باعوا فقط اقل من 25 الف حبة وهذا كانت حلقتنا الخمت اشياء قلووا لاش رايكم فيها وعطونا ايش رايكم ايضا تحت وهل تعرفون اجزة ثانية برضو فشلت الشركات انها طلحها لنا وكتبوا تحت التعليقات وايضا عطونا لايك واشتركوا بالقناة وانشروع الفيديو ما اللي تحبونا كم معكم فات الشيحة يعطيكم العافية مع السلام